السواد يزين شوارع المدن استعداداً لأحياء ذكرى عشراء الإمام الحسين عليه السلام في مدن جنوب محافظة صلاح الدين أصحاب المواكب في المنطقة أكدوا أن مراسم الشعائر ستقام وفق خطة معدة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية هناك تعاون مع القوات الأمنية والجيش والحجد الشعبي بكل أصنافها بالخروج من هذه المراسم بدون أي خارق أمني وأيضاً التعاون مع البلدية في تنظيف الشوارع ورفع النفايات بعد انتهاء مراسم العزاء هناك وافدين من خارج العراق يأتون إلى مدينة الإمام سيد محمد بن الإمام علي الهادي بأعداد غفيرة لزيارة هذا الإمام ابن الإمام علي الهادي عليه السلام وأخوه الإمام الحج المتضر عج الله فرجه الشريف نلاحظ أيضاً طبعاً تقديم الخدمات اللي موجودة داخل هذا الضريح المقدس من قبل الأمانة العامة نجينا بالبلدية أعاون سيارة طلعة عربانة أشيلة على الصفحة لأنها قاعد يخدم المواكب لتنظيف الشوارع يعني يستكون تبليط فالتبليط لازم نعاونهم إحجارة شيئ لها عربانة سيارة واخرى حتى لأنهم متعرق لها وتعرق الشوارع المراسم سترافقها خطة أمنية أعدتها القيادة الأمنية قبل فترة من بدء شهر محرم الحرام تضمنت نشر العناصر العسكرية في المدن وأطرافها كما قامت بعدة عمليات استباقية في أماكن تم تحديدها كرخوة أمنيا حسب اللجنة الأمنية لمراسم شهر محرم تممنا الاستعدادات اللازمة لإحياء العشر الأولى من شهر محرم الحرام بمؤتمر هذا اليوم بحضور الدوائر الخدمية الدوائر الأمنية دوائر الساندة أيضا هناك تنسيق عالي ما بين المواكب الحسينية والقوات الأمنية البطلة وأيضا الدوائر الخدمية من جانب آخر أعلنت الحكومة المحلية في قضاء بلد عن أغلاق المزارع الترفيهية في المدينة من الخامس إلى الثاني عشر من شهر محرم احتراما للطقوس للدينية في هذه الأيام سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين